انطلقت مساء يوم السبت بالرباط أشغال نذوة دولية حول دور المؤسسات التربوية والثقافية في تعزيز منظومة القيم وينظم هذه الندوة على مدى يومين فريق البحث الفكر الإسلامي وفن الخطابة وقضايا البيئة والمجتمع بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط القيم نوعان إما قيم التقافة الإسلامية التقافة المغربية الأصيلة وهي قيم تبني الإنسان الأصيل وقيم معاصرة أيضا التي تزداد وتزدان وتتكامل مع هذه القيم وبجمع بين المستويين من القيم يمكن أن ننتج إنسان مغربي يعتز بمغربيته مسلم يعتز بإسلامه وفي نفس الوقت حديث عصري يعيش العصر ويتفاعل مع معرفة العصر ومع تطلعات العصر ويكون منتجا في العصر هذا هو الهدف من هذه الندوة وتناقش الندوة خمسة محاور تهم التربية على القيم مفاهيم تأسيسية وورشات عمل تربوية لتعزيز منظومة القيم بالمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية أما باقي المحاور فتهم دور المؤسسات التربوية في تعزيز منظومة القيم ومؤسسة التعليم العالي وآثارها في منظومة القيم فضلا عن محور المؤسسات الثقافية وآثارها في تعزيز منظومة القيم اشتركوا في القناة